سلام بنات كيف داري لباس عليكم كنتمنى إن شاء الله تكونوا كامين بخير وعلى خير ومصحة جيدة يا دارم أنا في الفيديو سنحضره مع بعض كيكا تصغيرين اللي كيجيو لداد لداد بزاف وزوينين وبطريقة مختلفة وكتكون واحد الناتجة صراحة اللي وعرة بزاف أنا متأكدة أن كل مطاقهم غادي يعجبوه طبعا بتفاح تهوة اللي ضفت ليهم ليعطاهم واحد المطاق اللي هائل كيف ما كتشوفوه شكل نهائي دارهم أنا متأكدة أنهم غادي يعجبوكم إن شاء الله خصوصا أن المقادر دارهم جد بسيطة والطريقة جد سهلة واقتصادية خليكم معين لأول فيديو حتى الأخير باش نشوفو المقادر والطريقة طبعا ما قادرت تحضير هاد الميني كيك بسميد أو الميني بسبوسة يعني سميهم كما بغيتو العام والشكل والمدق درت هنا بيضاء طبعا بحرارة المطبخ كيف ما كنقول ديما ضغط لها كأس من السكر الخاشين أو السكر الساندة وهنا عندي ملعقة كبيرة منسوحة يعني ما يكونش كتير مبشور البرتقال أو لا قشور البرتقال أو لا قشور الليمون وضف ليهم واحد القبصة من الملح وغتي نحرك المكونات مستيان فقط غير اضطرة باليداوي ما نحتاجوش للكهربائي المهم أننا نحركوه مزيان حتى نتحصلوا على الخليط على هذا الشكل اللي يولي عكا كريمي ويكون هكا اللون دياله بلونكاسي أو لنقولو يعني أبيض نوعا ما نتأكدوا أن دوك الحبيبات ديال الساندة دابوا مزيان طبعا نفس الكيميا ديال السكر ضفتها زيت نباتية كأس من الزيت نباتية غادي نضيفوها كالي شكل ضفت بشوي بشوي وانا كنخلط في نفس الوقت حتى نكمل كيميا كاملة اللي عندي وفي نفس الوقت راني كندخل ديال الزيت نزيان لخليط باش نجانسوهم مع بعض صافيو غا نقام استمر عليك حتى نكمل كيميا ديال السكر اللي عندي كاملة ومن بعد غا ندوزو للمكوين تالي طريقة جيد سهلة وبسيطة وكتعطي واحد النتيجة اللي زوينا طبعا التزيين مائدة الافطار انا متأكده انها غادي تجبكم ان شاء الله على الوصفة هنا ضفت كأس ديال عصر البرتقال او لا عصر الليمون اللي ما صفيتوش يعني مش بدرورا نصفوه وغادي نضيف له ملعقة صغيرة من المربى المشماش او لا مربى الفراولة اللي كانت تغفر او لا تقدروا تستهني بالنسبة للعصر البرتقال من الاحسن ان نضيفه البرتقال اللي احنا كنا نضيفه بدينا ماشي اللي كان نشريه جاهز من الاحسن الى مكاشم تغفر ديروا الحليب في بلسو نفس الكيميا هنا غادي ان بعد ما دخلت المربى مزيال الخليط غادي نضيف جوج مع الكوبر ديال جوز الهند او للكوك اللي كانوا مملوئين وغادي نخلطهم مزيان وندخل دك الكوك مزيان في الخليط ومن بعد غادي نضيف في الساميد والخميرة خميرة الحلويات كيف ما كتشوفوا الساميد اللي كانت استعمال انا هنا كانت استعمال نوعية ديال الكنز كصراحة زوين زوين بسف كي اجوني بسف في البسبوسة في الحرشة اي حاجة استعملت وصراحة كتلا زوين كيف ما اشتو هنا غامضة نضيف فيه ونضيف له ساشي من فئة 7 جرام خميرة الحلويات ونزيد منها رأس ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات يعني في المجموع تقريبا 9 جرام كيف ما اشتو ونخلطهم جيدا ونستمر في اضافة الساميد حتى نتحصل على القوام اللي بغيت المناسب بالنسبة للقوام اللي بسبوسة لا يكون جاري او لسائل لا يكون شوية تقين نوعا ما بالحق ما نتقلوش بسف باش ما ديناش مدقصة من الداخل يعني كيف ما غتشوف القوام في تتمية الفيديو هكاك خصاتكم يعني غادي تكون مقاس حاش بسف وما جارياش شده في راسا بحيث انا نملي غادي نحطوها في القواليب ما غاديش نحطوها كزامان خويبا غا نحطوها بالملعقة يعني هكا خصاتكم هاد الميني بسف وصة كيف ما اشتو هنا من بعد ما كملت هادي نجيب القواليب دياللي طبعا فاد الأثناء هي راها ترتاح وفي نفس الوقت الفورن دياللي بشعول من فوق وتحت على درجة حرارة عالية حتى يسخون مزيان مزيان القواليب اللي استعملت هنا هاد صغيرين ديالت اختولت تقدروا اي قواليب عندكم اي اشكال مربع قلب اللي كان دهنتهم بالزبدة ورشيتهم بجوز الهند او للكوك اذا ما كانش متوفر ارشوهم بسميدة هنا كيف مشتو انا بدا نضيف في الخالد بالملعقة يعني كل قلب نديرو فيه فقط ملعقة كبيرة بحيث اننا ما نزيدوش على النص يعني النص ديالقلب فقط ما نديروش اكتر باش ما يفيدش لنا البسبوسة في الفورن اكتر من القياسة يعني تفيد من الجواليب فقط غين نص باش نخليو لها فين تنتفخ وفين يضاعف الحجم ديالها بمعنى نديري الخميرة طبعا يعني ما تفوتوش نص ديال القواليب كيف مشتو غادي نبقى مستمرة حتى نكمل الكيمية كاملة اللي عندي ونعمر القواليب كاملة بالنسبة لطياب ديالها بحيث الكيك ندخلها للفورن ساخن جدا نطفيه الفوق نخليه لتحت درجة حرارة متوسطة والفوق نطفيه حتى ينتفخ الخليط أو ينتفخ الكيك ونبقوه مرة مرة هكا بالفورشات او بالموس ندخلوها هكا الى خرج معنى نشف نعرفو انها طابت وخصة فقط ديالتحمر نشعلو الى فوق درجة حرارة اللي منخفضة يعني تكون العفية كامهيلة حتى تحمر ونخرجوها كيف مشتو هنا يعني بنسبة للتفاح اللي خديته وقشرتو ودتوهاك على شكل شرائح كل شريحة نقسمها بالنصف باش تجيني في القياس ديال هاد القواليب الصغر غنقى نحط وحدة حتى نكمل الدائرة ديال القلب كامل طبعا طريقة راها واضحة والفيديو راوكي شرح نفسو يعني سهلا بسف بنسبة للتفاح اللي مكانش متوفر ولا إلا ما بغيتوش ماشي بالضرورة تقدروا بطيبوها كما هي ونبعد زينوها بالتزين اللي بغيتوه يعني غير مربو لكو كرايكا تجي فيها كي جو في زمين كيف مشتو هنا قدرتهم في الطاوة ديال الفور باقي ندي الخالد كيف ما غدي نوريكم وباقي ما كملش القواليب كاملين طبعا غدي نحطها في الفران هنا من بعد ما تحمرت كيف ماشتوها يا كيفش كاتجي زينتها بالقليل من المربة في الواسط ترتديال الفرع ولا وديال مشماش ورشيتها بالقليل من السكر نائم كيف ماشتو كتتحمر مزيان مزيان وكتجيزوينة بالسف من الداخل غير جربوانا متأكدة انها تنال اعجابكم حضروها ان شاء الله في العيد او لا في مائدة الافطار ديال العيد كنتمنى ان الوصفة تكون نالت اعجابكم والفيديو كان خفيف طريف عليكم تطلوا فرصكم ما تنسوش الاشتراك والدعم وانكم تبارتاجوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش ان شاء الله تجربوا كاملينة الوصفة اللي صراحة زوينة زوينة بالسف وما تنسوش انكم درو اللايك وتعليقاتكم زوينة تطلوا فرصكم وانطلقوا ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة السلام عليكم